إرادة ربنا فوق أي حاجة ورحمته واسعة وما فيش مستحيل دي كانت أبرز ردود الفعل للجماهير بعد تعافي الفنانة سوميا الألفي من مرض السرطان بعد سنتين من المعاناة والألم تعالي أقول لكم تفاصيل رحلة سوميا الألفي وإزاي تعافت بالرغم من حالتها المتأخرة تابعونا للنهاية في سنة 2021 اتصدم الجمهور وكل الفنانين في الوسط الفني بعد إصابة الفنانة سوميا الألفي بنوعا نادر من الأورام السرطانية في منطقة الصدر والغدد الليمفوية وحالتها كانت صعبة جدا وخضعت لجلسات العلاج الكيميوي وشعراتها ساقط بعد فترة قرر الطبيب يوقفه وبعدها خضعت لجراحة استقصال ورم سرطاني بمنطقة الصدر والغدد الليمفوية وخضعت لعلاج إشعاعي وكانت سوميا الألفي راضية بقضاء ربنا وصبر على الابتلاء وسافرت سوميا الألفي لفرنسا وألمانيا وما كانش فيه أي تقدم فعشان كده رجعت تكمل علاجها في مصر وبعد سنتين حصلت المعجزة سوميا الألفي عملت فحوصات طبية وجلها الطبيب المصري المعالج وقال لها مدام سوميا أنا مش مصدق نفسي انت خفتي من السرطان فحوصاتك كلها زي الفل سوميا الألفي ما كانتش مصدقة نفسها وبكت وأعلنت الخبر لكل الجماهير في مدخلة تليفونية على التلفزيون وقالت الحمد لله مفيش سرطان عندي وتعافيت منه تماما وعندنا دا كترة هايلين في مصر والمعالج والجراح بتاعي أطباء شباب في سن الأربعين وفرحانة بيهم جدا وعبرت عن فرحتها الكبيرة وقالت أنا سعيدة جدا بعد ما الطبيب المعالج طميني بشفائي من السرطان وأنا متفألة خير جدا وأطمئن كل السيدات إن محدش يفقد الأمل لو جالوا سرطان لأننا عندنا دا كترة شطرين وبقول لهم خلوا عندكم أمل ورضى وثقة في الأطباء المصريين وأنا دايما بقول لربنا أنا راضية وأي حاجة بتحصلي حلوة أو وحشة بقول الحمد لله وأحمد الفشاوي ما كانتش الفرحة سيعاء وقرر ينزلها فيديو على إنستجرام بعد اختفاقها سنتين وهم بيدغدوا في مطعم وقال لها زي الأمر ماشاء الله اللهم صلي على النبي إيه الجمال دا دا أحلى يوم في حياتي عشان أنا معاكي ألز وأحلى فنانة في الدنيا العظيمة سمية الألف كمان ظهر معاها ابنها الأصغر عمر الفشاوي اللي ما فارقهاش من وقت إصابتها بالسرطان سواء في مصر أو خارج مصر وده بالضبط زي اللي عملوا مع والده الفنان الراحل فاروق الفشاوي سمية يوسف أحمد الألفي اتولدت يوم 23 يوليو سنة 1953 بمحافظة الشرقية ودرست بكلية الأداب جمعة القاهرة بدأت سمية الألفي مشوارها الفني من خلال خشبة المصرح وتعرفت على الفنان الراحل فاروق الفشاوي ونشأت بينهم قصة حب بعد ما شاركت بدور السندريلا وهو بدور الأمير وتجوزوا سنة 74 وعملوا فرح أسطوري وكل الوسط الفني تكلم عنه وعاشوا في سعادة كبيرة بس الفشاوي كانت نزواته كتير جدا وانفصلوا عن بعض سنة 1990 بعد 16 سنة جواز وأنجبت منه أحمد الفشاوي وعمر الفشاوي واتجوزت سمية الألفي للمرة التانية من مودي الإمام وانفصلت عنه بعض شهور من جوازهم واتجوزت للمرة التالتة من المخرج جمال عبد الحميد اللي راح طلب إيديها من فاروق الفشاوي وسألوا هترجع لها ولا لا وبرضو انفصلت عنه بعد فترة صغيرة بسبب تمييزه لعمر ابنها في المعاملة عن شقيق وأحمد الفشاوي والجواز الرابع والأخير كان من المطرب متحة صالح اللي كان أصغر منها بسبع سنين واستمر جوازهم سنتين وانفصلت عنه بسبب خيانته لها الحقيقة إن سمية الألفي ضربت مثال كبير في الصبر وديتنا درس كبير في الإرادة والتحدي والثقة بربنا وربنا طبعا كفئة على تحملها وردها بالقدر وحصلت المعجزة وتعافت تماما من السرطان بنتمنى دوام الصحة والعافية للفنينة سمية الألفي